يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد في كل أسبوع في نفس المعاد الكتب والحواديد والحكايات عمرها ما بتخلص أبداً الكتب هي إحنا، هي الواقع، هي الحاضر، هي الماضي، وكمان المستقبل هي سرد الحياتنا والأحلامنا كتابنا النهاردة بيتكلم عن التكنولوجيا التكنولوجيا اللي اقتحمت حياتنا وبقت جزء أساسي فيها ما نقدرش نستغنى عنها دلوقتي الموبايل اللي في إيدينا طول الوقت وفي إيد ولادنا جي للإنترنت والسوشيال ميديا دلوقتي أي خبر في نفس اللحظة أي حاجة بتحصل بتنتشر وبسرعة الساروخ يا طرق دي حاجة حلوة ولا دي حاجة تخوفنا هو ليه زمان غير دلوقتي شوية في قصة الحوادث وفي قصة الأخبار اللي بتنتشر بسرعة دي تفتكروا لأنه زمان ما كانش في حوادث أكيد كان في بس ما كانش فيه بس مباشر زي دلوقتي ما كانش فيه موبايلات بتصور مواقع الحدث وبتنشره وسوشيال ميديا بتنقل الحدث بتفاصيله وقت حدوثه صوته صورة بكل تفاصيله عشان كده العالم دلوقتي انفتح كله على بعضه وبقى فيه معرفة وزيادة وعي عند كل حدث وعند كل تفصيلة جديدة بنعرفها وبتحصل في أي حتة في العالم بيوصل لنا أي خبر في ساعتها وبسرعة رهيبة التحول الرقمي بقى موجود في كل حاجة في حياتنا وكمان الدكاءة الاصطناعي اللي بقى فيه عنه دراسات كتيرة جدا قالت انه خلال يمكن كم سنة هيرغي مهن كتيرة جدا وزهور الرابط اللي قدر انه هو يتدخل باستخداماته وبإمكانياته في مهن دقيقة جدا زي الطب وكمان الحقيقة انه سرعة الوصول للمعلومة بس المهم انها تكون المعلومة الصحيحة لان احنا يمكن وجهتنا مشاكل كتيرة جدا باننا بنوصل بسرعة بس ما بنوصلش للمعلومة الصحة نعرف ازاي نفرق ازاي نتأكد ازاي ما بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المزيفة تفاصيل كتير جدا هنعرفها النهاردة في كتابنا مع دفنا اللي هننورنا النهاردة في الستوديو وهو الكاتب والمهندس زياد عبدالتواب هو خبير التحول الرقمي وصاحب كتاب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اشتركوا في القناة